يصد اعتقاده الراسخ على نطاق واسع أن البيع الإلكتروني سيشكل في غضون سنوات قليلة العمود الفقري للتجارة العالمية وأن البيع المباشر سيتقلص بالتدريج لكن ماذا عنا في الأردن؟ وحصة البيع الإلكتروني في الأسواق المحلية وما هي المعيقات التي تقف أمام البيع الإلكتروني وكيفية تذليلها وفي سياق ذي الصلة شكلت الحكومة لجنة لتحديث وتطوير البيع الإلكتروني من القطاعين العام والخاص فما المهام المطلوبة من هذه اللجنة وماذا عن التشريعات وما الفرق بين البيع الإلكتروني والطرودة البريدية التي تأتي من الخارج وأسئلة أخرى سنترح على ممثل قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات في غرفة تجارة الأردن الأستاذة السعد القواسمي وهو أيضا عضو في اللجنة العليا لتحديث وتطوير البيع الإلكتروني صباح الخير سيدي مرة جديدة سعد صباحكم نبدأ من النهاية لجنة تطوير البيع الإلكتروني حدثنا أكثر عن هذه اللجنة ما هو سبب تأسيس هذه اللجنة وتشكيلها وما الأهداف التي تقف خلف هذه اللجنة طبعا بالبداية صباحك صباح المشاهدين البيع الإلكتروني أخذ حيث كبير في الأسواق كان محلية أو عالمية وكان يجب أن يكون هناك في جهة مسؤولة عن هذا البيع الإلكتروني وعملية ترتيب وتحديث وتطوير لهذا البيع الإلكتروني فوزارة الصناعة والتجارة طبعا عام لمشروع ولجنة تضم القطاع الخاص والقطاع العام في عملية وجود عامل مشترك بناتهم هو تطوير وتحديث هذه البيع الإلكتروني بحيث أن يكون السلبيات والإيجابيات فيها مدروسة وإننا نحن من الأسواق العالمية وهذه موجودة من القطاع الخاص ومؤسسات زي الرذاء والدواء والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتخطيط وكمان القطاع الخاص زي غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وهذه هي الآن مشكلة وتدرس كثير من النواحي السلبية والإيجابية وضوابط للبيع الإلكتروني الداخلي هناك مشروع ثاني آخر تقوم في الوزارة هو عملية كمان تطوير وتحديث هذا البيع الإلكتروني وبالعكس عملية تدريب وتأهيل كمان القطاعات إلى هذا البيع ولكن هذا المشروع لسه في بدايته يعني منحكي عن لجنة ومنحكي عن مشروع عن مشروع مش لجنتين لا مش لجنتين وهذا المشروع يعني بياخد قاعد الآن حيز جيد يعني في عملية مشاركة ما بين حتى يعني داعمين من اتحادات أوروبية واتحادات تجارة عالمية نعم في توطين هذه البيع الإلكتروني وتطويره للقطاع الخاص اللي احنا بنشوفه وهذا اشي بالنسبة انه كقطاع خاص احنا معاه وبالعكس ممكن كمان نساعد فيه وعملية تطويره وتعليمه وتثقيفه إلى تجارنا وإلى المحلات اللي احنا بنشاهد انه زي ما تفضلت بالبداية انه اصبح اليوم البيع الإلكتروني واجب وموجود على الساحة وفارض نفسه منقدرش نحكي كبديل للبيع المباشر ولكن هو موجود ويجب انه كمان نكون احنا ضمن هذا البيع الإلكتروني نعم هلا احنا بنحكي عن بيع إلكتروني والبيع الإلكتروني ممكن يكون محليا وممكن هي عملية توصف أيضا للبيع الإلكتروني برضو من الخارج لما بنشتري من مواقع عالمية خارج الأردد ولكن هون ندخل على أمر آخر وهو الطرودة البريدية إذن ما الفرق بين البيع الإلكتروني والطرودة البريدية نعم يعني هذه الشغلة اللي احنا بصراحة دائما يعني المواطن هو حتى التاجر يعني فيه هناك مشكلة في توصيل هذه الفرق ما بين البيع الإلكتروني والطرود البريدية اللي هي مفروضة علينا بصراحة وهي بالنسبة لإننا إحنا إلها سلبيات كبيرة على قطاعاتنا وخاصة إنه الطرود البريدية تحمل سمة إنها هي شركات خارجية وليس شركات محلية وغير مغطية بمرجعية بالنسبة للمواطن حتى للتجار ولكن البيع الإلكتروني المحلي هو مغطى وممكن أن تكون أنت فيه مرجعية مع العلم أنه كمان بحاجة إلى عملية ترتيب داخلي ويكون تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة ويكون هناك فيه مسؤولية عن البيع الإلكتروني من ناحية المواصفة ومن ناحية المؤسسية أما الطرود البريدية فهي بشكل عام هي اختراق لإننا للتجارة المحلية وهي بتحمل صفتين صفت عدم وجود رسوم وجمارك أو إذا وجد الرسوم إشي رمزي وبطريقة ما فيها نوع من العدالة ما بين التاجر التقليدي ومن بين الطرود البريدية وكمان بتحمل صفة إنها كمان غير مرجعية لا يوجد لها مرجعية يعني اليوم إذا بيجيك طرد بريدي أنت وطلع المواصفة غير دقيقة أنت ما بتقدر ترجع فيه لا لتاجر ولا لمؤسسة ولا لوزارة ولا لأي شي بتمسك الطرد وبتحكي الله يعوض وبنكبه بينما المشاهدة الأولى اللي هي عدم وجود يعني منافسة عادلة بتعرف كما تعلم أخي معاذ إنه إحنا يعني بندفع حوالي تقريبا 48% على الألبسة جمارك وضرائب حسب البيان الجمهوركي والأحذية بتدفع 58% بينما الطرود البريدية قاعدة بتدفع يعني 10% كرسوم جمهوركية ولا يوجد عليها أي إضافات لا ضريبية ولا مواصفات ولا أي حاجة هون الأمر كثير مهم بأنه نفتح باب على التشريعات والتعليمات بما يخص البيع الإلكتروني يعني لغاية الآن البيع الإلكتروني بشكل عام وليس الطرود البريدية نعم البيع الإلكتروني هو تعليماته مش واضحة ومش متكاملة يعني اليوم أي واحد بقدر يدخل على الفيسبوك أو السوشيال ميديا أو أي منصة أنه يقدر يعرض هذه البضائع كشخصية إلو وهذا إشي مسموح له يعني بالأسف يعني هنا أصبحت فيه خليط ما بين التاجر وبين المواطن العادي وما بين أي إنسان بقدر يدخل إحنا بنحكي بالعكس يعني هذا إشي ما بخوفنا إذا كان ضمن مضلة وضمن مؤسسية يسجل فيها نعم أنه هذا يعني يعمل في البيع الإلكتروني ومسجل في البيع الإلكتروني يعني أنه آخر إشي مدام داخلي هو يعني محور واحد تاجر جملة تاجر ينفرأ تاجر ببيع إلكتروني كله يستفيد وكله يعمل هذا الإشي إحنا اللي بنحب يكون موجود أنه يكون تحت مضلة بالإضافة أنه المواطن كمان يستفيد منها هذه المضلة في المرجعية أنا إذا هناك أي اختلاف ما بين التاجر والمواطن اليوم إذا ما في مرجعية راحت على المواطن وممكن يصير أي مشكلة يعني تتطور يعني أستاذ أسعد عشان نوضح أكثر بأنه أنتوا بتكوا تعملوا في اللجنة أو هذه اللجنة هدفها تنظيم البيع الإلكتروني بحيث يكون نفس المحل ببيع إلكترونية وممكن أشخاص يفتحوا محلات إلكترونية يأخذوا من التجار ولكن هذه الأسعار خاضعة طبعا للضريبة وخاضعة للجمرك يعني هي تتعامل كما يتم التعامل مع المحلات البيع المباشرة صح صحيح يعني اليوم إحنا البضائع اللي داخلي على الأردن كله يتم جمركة ودافع ضرائب وبنفس الوقت المنتج المحلي دافع ضرائب ودافع جمارك اليوم اللي بده يجي يشتغل على البيع الإلكتروني هذا ما أخذ من مراكز بالأساس دافع وجاهزة وهو إنسان بقدم الخدمة هاي بقدمها عبر السوشال ميديا عبر مكان بمؤسسة عبر بيت عبر أي مكان ولكن هو ظهره محمي في عملية إنه إنسان بيشتغل في مؤسسية دافعين ضرائب دافعين جمارك وهي قلت لك حلقة ودائرة ممكن تكون أسعاره أقل من أسعار المحلات البيع المباشرة لأنه ما عنده عمال أكيد ما عنده أجار محل ما عنده أجار كهرباء ولا مياه فهذا بدي خفض الأسعار صح؟ هذا إشي أكيد طبيعة الحال بالإضافة إلى خدمات التوصيل وخدمات أخرى لجستية هذا الإشي اللي إحنا أصبح المواطن الأردني يعني يحب ذو إنه يصل الشغل اللي عنده بس إحنا بالنسبة لأنه لازم تكون هذه مؤسسية يجب يكون هناك في مرجعية هنا النقطة إحنا اللي بنحكي فيها وبتكون منافسة موجودة عادلة ما بين التجار اللي بدفعوا نفس الضريبة ونفس الجمارك وبطريقة واحدة كل ياتهم هذي بتكون ماشية بين أسواق واحد أنا اليوم إذا عفواً تاجر الجملة يستفيد وتاجر الانفرع يستفيد وبيع الإلكتروني يستفيد ما عندنا مشكلة لأنه أنا ممكن أطور حتى المحل الصغير هذا إن يكون عنده بيع إلكتروني نعم وممكن يكون عنده توصيل وهذا إشي شفناه في المطاعم نعم المطاعم اليوم المحل الكبير والمحل الصغير يعني بوصل يعني هذا ما فيه مشكلة أصبح هنا إحنا قاعدين ننظر للموضوع من هاي الزاوية إنه حتى المحلات الصغيرة اللي اليوم إحنا قاعدين بنشكي وبنحكي إنه والله قلة المبيعات والآخر ممكنها تتطور وتتحدث وتبيع إلكتروني والمنافسة ما بينه ما بين اللي ما عنده عفوا تكليف وكذا ممكن تصير منافسة عادلة لأنه بنفس الوقت هو ممكن يطرح جودة يمكن يطرح عفوا أصناف أكتر هناك بتلاقي فيه موضوعية في الموضوع وسهلة ولكن الطرود البردية نرجع لها صعب إنك أنت تنافسها وصعب إنك أنت يعني توضحها في اسمه مجال التنافس نعم طيب هون مهم نحكي هل اللجنة أيضا ستناقش موضوع الطرود البريدية يعني ولا بيع الإلكتروني بس بشكل عام ولا رح يكون في عندكو باب للطرود البريدية اللي بتوصل من بره لا أكيد إحنا إحنا كيعني قطاع خاص أكيد طرحنا هذا الموضوع ضمن اللجنة وضمن نساق المناقشات إنه إحنا يوجد عائق أمامنا ما تطوير وتحديث البيع الإلكتروني له عائق أو ما نسميه في مرحلة إنه منقف مصدومين في الطرود البريدية يعني أنا طورت وتحدثت عملية البيع الإلكتروني وحطيته تحت مظلة وكان مؤسسي وكل شيء تمام هناك من يخترق هذه المؤسسية ويخترق هذه النظام إنه في طرود بريدية بتيجي على البلد منافسة غير عادلة بتيجي بكميات ضخمة قادة وأصبحت يعني تجارة واضحة وبنفس الوقت بأقل رسوم وبتعليمات وموجودة ومشرعة بتعليمات اليوم يمكن البيع الإلكتروني لسا ما عليه كل التعليمات ما هو هذا هون زي ما بيحقوا مربط الفرس بأنه أنا لما أطلب من البريد خلينا نحكي أو الطرود البريدية بتوصل للبريد وفي عليها مواصفات لهذه القطعة وأنا بدفع للبريد أيضا أو بدفع لشركة التوصيل إذن في تعليمات وتشريعات واضحة للطرود البريدية ولكن مش واضحة للبيع الإلكتروني المحلي صحيح يعني إحنا إذا شفنا تطورات التعليمات تبع الترود البريدية بالبداية كان ما عليها شيئا نعم والصقف مثلا كان لها صقف معين بعدها تطورت أصبح أنه بتدفع على كل خمسين دينار خمس ليرات وعن كل مئة دينار عشر ديناير بعدين إجاب شهر ثلاثة كمان تعليمات التحديث أنه ما يزيد عن مئتين دينار مقطوع عشرة بالمئة ضريبة تصور عشرة بالمئة ضريبة هي رسوم جمهوركية ذات لا وجود ضريبة الدخل ولا أي أمور أخرى ولا خدمات عشرة بالمئة فقط بتطلع بضع تقوى مئتين دينار غير محددة بصقف ممكن تجيب اليوم وبكرة وبعده وبعده فأصبحت هاي تجارة تجارة منظمة إدخال بضائع بدون رسوم جمهوركية بصراحة غير عادلة للتجار اللي عاديين بدفعوا رسوم وضرائب وقوة تشغيلية ومصاريف تشغيلية هذه كلياتها مقابل تعليمات وتشريعات بتدخل هاي البضائع إلى البلد ومنافسة لهذول التجار وبدون أي رسوم وضرائب وحتى مواصفة يعني أنا اليوم كتير بنشوكم بيجينا تلفونات كتير إنه أنا جايب من الشركة الفلانية من بره طرد في مثلا حذاء أو في أميس أو كذا المواصفة لم تطلق وين أروح؟ بنقول له الله يعوض عليك وين دك تروح؟ طب إذا جابوا من محل بيع إلكتروني محليا نعم إيش بيكون؟ المرجعية واضحة بتصير أنا هذا إله سجل تجاري وإله ممكن توجهه إلى وزارة الصناعة والتجارة هناك في حماية المستهلك مدرية كاملة بتقوم في حمايته بتراجعه يعني هناك أسلوب في تحصيل على قليلة الضرر اللي بيجع المواطن ولكن طرود البردية اليوم ما بقدر أحصل ما بقدر ما إلي مرجعية أنا أرجع حتى لو أنا وصلت لحماية المستهلك حماية المستهلك ما إله بالخارج فهذه مشكلة اليوم لما تاخد 10% بحد أعلى 200 دينار وكل يوم تقدر تجيب هاي تجارة أصبح يعني إحنا عنا 360 مليون دينار قيمة المشتريات اللي هي بنحكي عبر يعني الإنترنت بس داخلي وخارجي ولكن إذا إحنا ما قررناها طرود بلدية الرقم رح يطلع كبير كمان يعني لما أحكي 160-170 مليون حصة الألبسة ممكن تكون فيها 30 يعني كإحنا لغاية الآن ما في دراسة طلعات ولكن نتوقع تكون 30-35 مليون أنا بستورد ألبسة بالسنة 160-170 مليون مقارنة مع 30 مليون بيجوا على البلد هذا رقم مش بسيط بتحكي بالربع يعني أرقام زي هيك ممكن إنها تعمل إعاقة للتاجر وتعمله منافسة غير عادلة وبنفس الوقت يعني بالملخص أستاذ أسعد إذا هذه اللجنة تسعى إلى ترخيص وعمل تشريعات وتعليمات للبيع الإلكتروني ولربما التعديل والتحديث على الطرود البريدية وتعليمات الطرود البريدية بداية من المستهلك لحماية المستهلك من أي عمليات غش وخداع وثانيا من حماية التاجر الصغير الذي يعني يمكن قضى عمره كله عم بجمحة يفتح هذا المحل وانضر بساعة أو بوقت معين جراء البيع الإلكتروني وثالثا أيضا هي حماية للدولة وخلينا نحكي الإرادات اللي بدها تيجي من هذا البيع الإلكتروني لخزينة الدولة وللضراب صحيح؟ صحيح أهم إشي هي النقطة إنه إحنا بدنا ننتقل من حالة البيع التقليدي إلى حالة بيع إلكتروني طبعا النقلة هاي رح تكون ذات دلالات يعني إنه أنا اليوم في عندي إشي السوء في هبوط في المشتريات في قوة الشرائية بتنزل بينما دول العالم الأخرى في عندها ارتفاع بسبب إنه التوصيل وخدمة التوصيل وخدمة البيع الإلكتروني وخدمة السرعة والإنجاز هذه لاجب إنه إحنا نكون فيها وإحنا تعرف يعني مفتحين على العالم ليس إحنا صحيح إحنا مش دولة مقوقعين بالظبط غير مقوقعين وتجارنا بيطلعوا بيشوفوا بيتعلموا فلذلك إحنا هاي النقطة اللي هي أهم نقطة هي تطوير وتحديث وإحنا معها وإحنا معكم وإحنا رح نظلنا متابعين معاكم أستاذ أسعد حتى نشوف إلى وين وصلتوا ونتمنى دائما بأنه يتم أخذ أبعاد عديدة منها المواطن والمستهلك العنصر الأساس في هذه العملية ويمكن الحكومة شوي تخفضنا أو الضريبة وتخفضنا الجمارك عشان تكون العملية عادلة للجميع هذه النقطة مهمة جدا أنا اليوم إذا تم هذه الطرود البلدية بتشريعات يجب كمان مقابلها أنه تنزل للتجار بنفس القيمة بحيث يصير المنافسة عادلة نعم شكرا إلك أستاذ 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 القواسمي وأنت ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن وعضو لجنة تطوير البيع الإلكتروني أهلا وسهلا بك